بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد مرحبا بك عزيز الدارس إلى اللقاء التاسع من مقرر أحكام الالتزام حيث خصص هذا اللقاء لدراسة انتقال الالتزام عزيز الدارس في اللقاء السابق تناولنا الأوصاف التي ترد على محل وأطراف الرابطة القانونية من حيث تعدد محل الالتزام وتعدد أطراف الالتزام المتمثلة في التضامن عزيز الدارس في هذا اللقاء خصصناه لدراسة انتقال الحق من حيث حوالة الحق وحوالة الدين تعريفهما وشروطهما وآثارهما وبالتالي يتوقع منك عزيز الدارس في نهاية هذا اللقاء أن تكون قادرا على أن تعريف حوالة الحق وحوالة الدين تذكر شروط حوالة الدين وحوالة الحق توضح آثار حوالة الحق تشرح آثار حوالة الدين وأخيرا تميز بين حوالة الحق وحوالة الدين ما هي حوالة الحق حوالة الحق هي عقد إذن هي عقد ينتقل بمقتضاه الدائن ينتقل بمقتضاه الدائن حقه إذن هو ينقل حقه الشخصي إلى آخر يحل محله في اقتضاء الحق من المدين إذن هنا عندي دائن أصلي وعندي هنا مدين وعندي دائن جديد هنا الدائن الأصلي ينقل حقه الذي كان عند المدين إلى من؟ إلى الدائن الجديد إذن هناك علاقة بين ثلاثة أشخاص الأول يسمى الدائن الأصلي وهو المحيل وهذا المحال له وهذا المحال عليه إذن هناك علاقة بين ثلاثة أشخاص هو المحيل والمحال له والمحال عليه وهو الدائن الأصلي حوالة الحق في هذه الصورة متنوعة الأغراض الغرض الأول من حوالة الحق أنه قد يقصد به قد يقصد بهذه الحوالة أولا بيع حق للدائن فقد يتجه الدائن إلى بيع هذا الحق إما أن حقه ما زال متأخرا وهو في حاجة عاجلة للمال وبالتالي فهو ينقل هذا الالتزام إلى الدائن الجديد المحال له فيقتضي منه مالا يسد فيه حاجة وبالتالي إلى حين حلول أجل هذا الدائن الأصلي فيقتضي منه الدائن الجديد هذا الحق أو قد يكون هناك صعوبات هناك صعوبات واجهت من؟ واجهت هذا الدائن في اقتضاء هذا الحق إما أن يكون المدين مماطلا أو عاقت بينه حالة من الحالات التي تجعل هناك صعوبة عملية أو صعوبة مادية في اقتضاء هذا الدائن وبالتالي فهو يحيل هذا الدائن إلى شخص آخر لاقتضاء هذا الدائن إما أن يبيعه أو أن يكون له أو أن يكون وكيلا عنه وقد يقصد الدائن بهذه الحوالة الهبة فيكون لدى ألف لدى باء دين فيحول ألف هذا الدين إلى جيم كهبة أو أن يكون رهنا فلان أحتاج فلوس ولديه حق لدى شخص آخر فيرهن هذا الحق لدى شخص ثالث ثم يأخذ منه مبلغا من المال أو شيئا ما لسد احتياجاته فهنا يقصد به أرة وقد يكون المحيل مدينة للمحال لاحظ ما قلنا معانا مدين ومعانا دائن اللي هو الدائن الأصلي المحيل ومعانا المحال له اللي هو الدائن الجديد هنا في علاقة بين هؤلاء الدائنين هذا يعتبر اللي هو المحال دائنا للمحيل اللي هو الدائن الأصلي فيحول هذا الدين لدى المدينة الآخر من أجل اقتضاء جزء من هذا الدين أو كل هذا الدين إذن قد تتعدد أغراض الحوالة فقد تكون بقصد البيع أو بقصد الرهبة أو بقصد الرهن أو بقصد قضاء دين إذن ما هي شروط هذه الحوالة حتى تصح الحوالة يلزمها مجموعة من الشروط أول شروط متعلقة بشروط الإنعقاد وشروط متعلقة بالنفاذ وأخيرا هناك شروط خاصة بحوالة الحق أولا الشروط المتعلقة بالإنعقاد قلنا أن الحوالة عقد وما دامت عقد فإنه يتطلب لها أركان العقد من حيث الرضا والمحل والسبب إذن الشروط المتعلقة بالإنعقاد هي الشروط العامة الرضا والمحل والسبب ويستفنى من ذلك الحقوق التي نص عليها المشر في القانون أو التي يتفق عليها الأطراف أو الحقوق التي طبيعتها لا تقبل الحوالة هذه الحقوق التي نص عليها القانون كما هو الحال بالنسبة للحقوق التي لا يجوز الحجر عليها مثل الحقوق التي لا يجوز الحجر عليها هذه الحقوق ينص القانون بأنه لا يجوز حوالة هذه الحقوق أو أن المتعقدان يتفقان مثل الأجرة هناك المؤجر يشترط على المستعجر عدم النزول عن الإشجار للغير وبالتالي هناك اتفاق بين الأطراف أو بسبب طبيعتها مثل حق الشريك في شركة الأشخاص هنا لاحظ في شركة الأشخاص هناك اعتبارات شخصية تقوم على الشركاء فلا يستطيع أحد الشركاء ليتنازل أو أن يحول هذا الحق إلى آخر لأن شخصيته ذات اعتبار لدى بقية الشركاء الآخرين وبالتالي لا يجوز له التنازل أو حوالة هذا الحق هناك شروط متعلقة بالنفاذ هذه الشروط أولا شروط متعلقة بحق المدين وشروط متحلقة بحق الغير بالنسبة للمدين المقصود هنا هو نفاذ الحوالة قبل المدين بمعنى إلزامه بوفاء الحق المحال به إلى المحال له دون المحيل بحيث إذا وفى للمحيل لم يكن هذا وفاء مبرئا لذنته يعني هنا قبل الأصل في النفاذ هنا أنه أن الحوالة أو إلزام بالوفاء يكون للمحيل دون المحال له لاحظ يعني أن النفاذ الحوالة لا تكون نافذة إلا بتحقق هذه الشروط اللي هي إعلان الإعلان بالحوالة وقبول المدين بها إما أن نعلنه بالحوالة أو أن يقبلها المدين أو أن يبادر في قبولها وبالتالي هنا تكون نافذة في مواجهته نافذة في مواجهته أما قبل إعلان بالحوالة أو قبل إعلان قبوله بها فإذا وفى المدين للدائن الأصلي فهنا يكون وفاءه نافذا ومبرئا لذنته أما بعد الإعلان أو قبولها أو قبول هذه الحوالة فإذا وفى المدين إلى الدائن الأصلي فيكون وفاءه غير صحيح وبالتالي لا بد أن يكون هذا الوفاء للمحال له وهو الدائن الجديد وقبول الدائن لاحظ هنا قبول المدين للحوالة لا يجعله طرفا فيها ولا يتضمن هذا القبول معنى الإقرار بالتزام في مواجهة المحيل بغير قيد أو شرط بل يدل فقط على مجرد علم المدين بالحصول للحوالة يعني هنا المقصود أن هذا الدائن وقبول المحال عليه بهذه الحوالة لا يعني أنه قبيل هادون قيدا أو شرط وبالتالي يجب الوفاء مباشرة بل ينتقل هذا الدائن بأوصافه وخصائصه في حق الغير في حق الغير المقصود بالغير هنا هو كل من يضار بالحوالة كل من يضار بالحوالة لأنه قد تعلق له حق خاص بهذه أو بهذا الدائن وبالتالي في حق الغير يجب إعلان المدين بها أو أن يكون هناك قبول من المدين ولكن هذا القبول يجب أن يكون ثابت التاريخ هذا القبول يجب أن يكون ثابت التاريخ مثال ذلك الدائن المرتهن للحق ودائن المحيل الذي يحجز على الحق المحال به تحت يد المحال هؤلاء الاثنين يعتبروا من الغير بالنسبة للدائن الأصلي ولكن هنا يجوز أو تنفذ الحوالة في مواجهتهم متى تم إعلان المدين بها أو أنه قبلها ولكن هذا القبول يكون ثابت التاريخ والإعلان هنا يتم بورقة رسمية على يد محضر أو من صاحب الشأن نفسه والغرض من التشدد في هذه الحالة أن يكون الإعلان ثابت التاريخ وأيضا أن يكون الإعلان بشكل رسمي أو من صاحب الشأن نفسه الغرض من ذلك هو منع تواطئ المحيل والمحال عليه في تقديم التاريخ إضرارا بالغير لاحظ أنه ممكن يقدم التاريخ فيضر بالغير من حيث ضماناته في أن يلجأ للضمان العام لهذا المدين هناك شروط خاصة متعلقة بحوالة الدين أو بحوفا بحوالة الحق هناك بعض الحقوق التي تنفذ في مواجهة الغير بشكل مباشر لمجرد اتخاذ إجراء معين مثل الكمبيالة والسند الإذني والشيك الإذني تنفذ حاولتها بالتظهير يعني لا حاجة لاتخاذ أي إجراء أو شروط أخرى وإنما يكفي هنا أنه ظهرها فوقع على ظهر هذه السند أو الكمبيالة وبالتالي تنتقل ملكيتها وتكون نافذة في مواجهة الغير السند لحامله تنفذ هذه الحوالة حوالة الحق بالتسليم بمجرد أنه سلم هذا السند إلى الغير وبالتالي تنفذ هذه الحوالة لأنه سند لحامله وبالنسبة للأوراق المالية الإسمية مثل الأسهم تنفذ بقيد أو تنفذ هذه الحوالة بقيد الحوالة في السجل الخاص بها وكذلك مثل هذا الأمر أو مثل هذه الحالات أجرة العقار غير المستحقة لا تنفذ في حق الغير إذا زادت الأجرة عن ثلاثة أشهر إلا بالتسجيل لأن هذه متعلقة بعقار ما هي أثر حوالة الحق؟ هناك أثري لحوالة الحق الأثر الأول هو انتقال الحق المحال به إلى المحال له يعني عندنا محيل فنقل الحق إلى المحال له فهذا الحق ينتقل الحق بمقداره يعني لو كان عشر ألف ينتقل عشر ألف وصفاته يعني لو كان دينا مدنيا أو دينا تجاريا إذن ينتقل بنفس الصفات وبضماناته فيما لو كان هناك ضمانة مثل الرهن أو أي من الضمانات فينتقل بهذه الضمانات وكذلك ينتقل بتوابعه أي ما لحقه من عناصر هذا الحق ينتقل بين المتعاقدين من وقت إبرام الحوالة من وقت إبرام الحوالة ينتقل بين المتعاقدين وبالتالي يمتنع على المحيل أن يقوم بأي فعل من شأنه الإضرار بحقوق المحاللة هنا من النتيجة المترتبة على انتقال الحق بين المتعاقدين من وقت إبرام الحوالة أنه يمتنع المحيل أن يتخذ من الإجراءات التي تؤدي لإضرار بحق المحاللة طيب العنصر الثالث ينتقل الحق بالنسبة للمدين بالنسبة لمن؟ للمدين من وقت نفاذ الحوالة يعني المدين قبل نفاذ الحوالة لم ينتقل الحق بالنسبة له ما زال يستطيع أن يوفي للدائن الأصلي الذي هو المحيل أما بعد نفاذ الحوالة وقلنا نفاذ الحوالة يكون في مواجهة المدين إما بإعلانه أو قبوله لها وبالتالي هنا تصبح نافذة في مواجهة المدين فلا يكون له الوفاء إلا للمحاللة فإذا وفى إليه الدين برؤت ذمته أما إذا لم يوفي له ووفى للدائن الأصلي لم تبرأ ذمته لأنه قد انتقل الحق بالنسبة لهذا الدين ينتقل الحق بالنسبة للغير من وقت نفاذ الحوالة أيضا وقلنا نفاذ الحوالة بالنسبة لهذه الحالتين هو بيش الإعلان وكذلك القبول إذا قبلها أو إذا أعلنها طيب ما هو الأثر الآخر الأثر الآخر يتمثل في ضمان المحيل للحق المحال به هناك ضمان من المحيل للحق المحال به وبالتالي هذا الضمان الأصل فيه أنه لا يضمن المحيل للحق إلا إذا كانت الحوالة بعوض إذا كانت الحوالة بعوض هنا يضمن أما إذا كانت حوالة عادية فإنه لا يضمن لأنه متبرع والمتبرع له أن يرجع في تبرع الضمان إما أن يكون قانوني الضمان المحيل لهذا الحق إما أن يكون ضمانا قانونيا وهذا الضمان القانوني يعني يقتصر الضمان على وجود الحق وقت الحوالة الضمان هنا يكون ضمان قانونيا وبالتالي يقتصر الضمان على وجود الحق وقت الحوالة أنا الآن حولت لك والحق موجود والرجل معترف به إذن أيش هذا الحق أنا أضمنه في وقت الحوالة تباطعت تأخرت في التنفيذ تأخرت في السلام هذا الحق حتى تتحمل مسؤوليته وبالتالي الأصل أن هذا الحق ينتقل أيضا على ما يشمل عليه من تأمينات فليس للمحال له أن يرجع على المحيل بالضمان سواء تعذر عليه السفاء الحق بسبب الإعسار إعسار المحال عليه أو كان الحق ذاته غير موجود إذن إذا أنت تأخرت وتباطعت فليس لك الحق أن ترجع على المحيل إذا كان هذا المدين قد أصبح معسرا أو أنه أصبح الحق لديه غير موجود لا يسبب من أسباب هذا الإنقضاء إذن الضمان قلنا ضمان قانوني إذن هناك آثار للحوالة بالنسبة لانتقال الحق بين المحال والمحال له أو ضمان المحيل للحق المحال به وإما أن يكون هناك ضمانا اتفاقيا بالنسبة للضمان قلنا ضمان قانوني وإما ضمان اتفاقي وهنا يشترط يسار المحال عليه وقت الحوالة لاحظ أن هنا المحيل والمحال له يتفقان على أن يكون هناك ضمان بينهما وهذا الضمان يقتضي أن يكون هناك يسار للمحال عليه للمدين الأصلي وبالتالي لا يستطيع النفاذ إلا إذا كان هناك يسار فلابد إذن من تحقيق هذا الضمان ما لم فيرجع الدائن الجديد اللي المحال له على المحيل اللي هو الدائن الأصلي إذن كان هناك معانا حوالة الدائن وهي عبارة عن عقد ينقل بمقتضاه الدائن إلى دائن جديد هذا الحق الذي كان موجودا لدى مدين آخر ما هي حوالة الدائن؟ الحوالة الثانية أو النوع الثاني من الوسائل لانتقال الحق هي حوالة الدائن حوالة الدائن هي انتقال لاحظ هي انتقال دائن المدين إلى غيره لاحظ هنا معايا علاقة دائن ومعايا هنا مدين هذا المدين انتقل دائنه إلى مدين جديد هنا دائن وهو الدائن الأصلي للجميع ينتقل دائن المدين إلى المدين الجديد فيصبح هذا المدين الجديد ملتزما تجاه الدائن أو بمعنى آخر أن حوالة الدائن هي نقل مال من ذمة إلى ذمة أخرى لاحظ الميزة في هذا الحوالة أن الذمة الأولى تبرأ هنا يصبح تبرأ ذمة المدين ويصبح المدين الجديد هو الملتزم أمام الدائن وليس للدائن أن يرجع على المدين القديم أو المدين الأصلي وإنما يرجع على المدين الجديد كيف تنعقد هذه الحوالة؟ هناك شروط عامة لانعقاد الحوالة المتمثلة في ماذا؟ الرضا والمحل والسبب مثلها مثل أي عقد حيث يقتضي ذلك وجود رضا ما بين باعتبار أنها اتفاق فيجب أن يكون هناك رضا بين الدائن المحال له الدائن المحال له يعني أنا أقبل بهذه الحوالة والمدين الأصلي إذن هذا الاتفاق بين من؟ بين الدائن المحال له والمدين الأصلي اتفقوا أن يكون فلانا الطرف الثالث اللي هو المدين الجديد هو الملتزم بهذا الدائن دون حاجة إلى رضا المدين الجديد لا يحتاج هنا رضا المدين الجديد إذن هناك اتفاق بين من؟ بين دائن ومدين وقد يكون الاتفاق بين الأطراف الثلاثة بين الدائن والمدين الأصلي والمدين الجديد إذن هناك نوعين من الاتفاق في هذه المرحلة أو في هذه المسألة وفق للنص المدى 395 من القانون المدين اليمني أن هناك اتفاق بين الدائن المحال له والمدين الأصلي وبالتالي هو المعقصود هنا برضاهما الاثنين وقد يكون هذا الاتفاق مرتبطا أيضا بالمدينة الجديدة فيكون هنا إذن العلاقة بين ثلاثة أشخاص على أن الذي يحدث غالبا هو أن تتم الحوال بالاتفاق بين المدينة الأصلي والمدينة الجديدة والذي يسمى المحال عليه يعني في الواقع العملي هناك اتفاق بين المدينة الأصلي مع المدينة الجديدة يا فلان أنا بنقل الديني لفلان إليك إما بيكون بينهما علاقة إما علاقة مدينية أو أي علاقة أخرى وبالتالي هنا اتفاق بين هؤلاء المدينين من أجل اقتضاء دين الدين هناك شروط خاصة هذه الشروط الخاصة تتمثل أولا في رضا المحال عليه أو استقرار الدين عليه يعني استقر الدين عليه برضاه أو بالموافقته واللاحظ هنا أن المشرع اليمني سكت عن مثل هذا الشرط يجب أن يكون هذا الدين معلوم لا بد أن يكون هذا الدين معلوم بحيث أني أنا لما أحول هذا الدين إلى مدينة آخر يعلم بالتزامه وحدود هذا الالتزام أما إذا كان هذا الدين غير معلوم فلا يستطيع أن يوفي بهذا الالتزام ولا بد أن يكون هناك مساوى بين الدينين يعني إذا كان هناك دين لدى المدينة الجديدة للمدينة الأصلي ونقل أو حول الدين إليه للدائنة الأصلي للمحال فيجب أن يكون هناك مساوى بين الدينين يعني يكونوا متقابلين بحيث أنه إذا وفى بجزء من هذا الدين أو وفى بهذا الدين يكون وفاءا صحيحا الشرط الثالث أن يكون مما يصح التصرف فيه لأنه إذا لم يكن مما يصح التصرف فيه فلا يصح الوفاء به وعلى كله وفق لنص المادة 395 فإن الحوالة تصبح نافذة ولا زمة ولا خيار للمحيل مطلقا ولا للمحال له إلا أعسار المحال عليه أو تأجيل المحيل الدين أو تخلف المحال عليه عن الوفاء إذن متى تحققت هذه الشروط جميعها فإن هذه الحوالة تصبح نافذة النتيجة أن هذه الحوالة تصبح نافذة ليس هناك خيارا للمحيل اللي هو المدين الأصلي ولا للمحال له اللي هو الدائن الأصلي ولا للمحال عليه اللي هو عفوا ليس هناك خيار لا للمحيل الدين الأصلي ولا للمدين الأصلي اللي هو المحيل والمحال له في مواجهة المحيل الجديد إلا إذا أعسر أو تأجل أو تأجيل المحيل الدين فتخلف المحال عليه عن الوفاء أجل المحيل الدين فتأخر المحيل في الوفاء وبالتالي أصبح هناك خيار أما غير هذه الحالتين اللي هي الإعسار أو التأجيل التأجيل الأصلي بمجرد تحقق الشروط يصبح الحوالة نافذة حوالة الدين إلا إذا كان هناك إعسار المحال عليه أو التأجيل أن الدين الأصلي أجل الدين في مواجهة المحال له وبالتالي فتأخر المحيل عليه الجديد في التنفيذ وبالتالي هنا إيش يجوز أو أن يكون هناك خيار للمحال له ما هي الآثار المترتبة على حوالة الدين لاحظ في العلاقة بين الدين والمحال عليه بين الدين والمحال عليه هناك علاقة أولا نرسمها بهذا الشكل دائن مدين أصلي اللي هو المحيل مدين جديد اللي هو المحال عليه إذن هناك علاقة بين الثلاثة طيب في العلاقة بين الدائن والمحال عليه اللي هو المدين الجديد انتقال الدين من ذمة المحيل انتقلت الدين من ذمة المحيل اللي هو المدين الأصلي إلى ذمة المحال عليه ينتقل فليس للدائن أن يطالب هذا المدين بهذا الدائن وينتقل هذا الدين بضماناته ودفوعه هذا الدين ينتقل بضماناته ودفوعه ولكن انتقال هذا الدين يشترط فيه أن تكون هذه الضمانات بضماناته أن تكون هذه الضمانات من من المدين المحيل نفسه أن تكون هذه الضمانات مقدمة من من المحيل أما إذا كانت هذه الضمانات مقدمة من الغير سواء كانت تأمين شخصيا أم عينيا فإنها تسقط بمجرد الموافقة على هذه الحوالة أنا كنت أضمن فلان لكني لا أضمن فلان وبالتالي تسقط هذه الضمانة لكن إذا كانت هذه الضمانة مقدمة من المدين نفسه فإذا هي تنتقل إلى المدين الجديد وبالتالي ينتقل الدين بضماناته وهنا يستطيع المحال علي التمسك بالدفوع التي كان يستطيع أن يتمسك بها في مواجهة المدين الأصلي في مواجهة الدان إذن يستطيع أن يتمسك بجميع هذه الدفوع في العلاقة بين المدين الأصلي والدائن الأصلي في العلاقة بين هؤلاء العلاقة بين هؤلاء إذن قلنا إيش أنها تبرأ ذمة المدين تجاه الدائن فليس للدائن أن يطالب المدين بهذا الدائن مدام أنه قد حول أو نقل إلى مدين جديد وللدائن المحال الخيار إذا كان المدينة المحال عليه معسرا فإذا كان هذا المحال معسرا فيكون له الخيار في أن يرجع لمن على المدين الأصلي في العلاقة بين المدين الأصلي بالمحال عليه يعني هناك علاقة بين المدين الأصلي والمحال عليه هؤلاء الشخصين هناك علاقة بينهما ما هي آثار الحوالة بالنسبة لهم تتحدد الآثار هنا بالعلاقة السابقة هنا تتحدد الآثار بالعلاقة السابقة فقد يقصد المحال عليه من التحمل بالدين إلى إقراض المدين في قيمة الدين قد يقصد هذا أنه يقرض المدين المدين الجديد قد يقصد أن يقرض المدين الأصلي بمقدار الدين الذي هو لمن للدين وهنا يقصد به التحمل بالدين أو التقديم عليه من هذا الدين أو أنه يقصد التبرع عنه أو أنه يوفي بدين سابق عليه بين المدين الجديد والمدين الأصلي وبالتالي يعتبر المحال عليه أنه أدى إلى المدين الأصلي التزاما بقدر الحوالة إذن العلاقة هنا المحال أنه أدى إلى المدين الأصلي التزاما بقدر الحوالة إلى هنا عزيز الدارس نكون وصلنا إلى نهاية هذا اللقاء حيث تناولنا انتقال الحق من حيث حوالة الحق وحوالة الدين عزيز الدرس ارجع إلى مرفقات اللقاء التاسع على منصة التعلم الإلكتروني LMS وقم بتنفيذ التكليف ورفعه على منصة التعلم الإلكتروني شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى لقاء قادم بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته